طبعا زي ما قبل كده ان شروط الدفع او شروط السحب في موقع golden tea اول حاجة انك انت تكون عامل تفعيل دي البريد الالكتروني بتاعك زي كده تكون عليه علامة الصح باللون الاخضر تاني حاجة بتكون مفاعل الرقم التلفون بتاعك برضو تكون عليه علامة صح تالت حاجة انك انت تعمل ايداع على الاقل بمية رابل في الموقع اول ما تعمل التلت شروط دولار تقدر تسحب اي مبلغ من الموقع مفيش اي مفيش حد ادنى للسحب هو الحد الادنى واحد من عشرة رابل يعني ليه تعتبر مش مكملة واحد سنت تمام في اعتبر ما فيش حد ادنى للسحب والحد الاقصى هو 3000 رابل 3000 رابل اللي هي كم دولار يعني 45 دولار ده اقصى حد ديك في عملية السحب ليك عملية السحب مرة واحدة كل 14 ساعة يعني مرة واحدة في اليوم طبعا الشجر انت بتشتريه بينتك ورق الورق ده انت بتبيعه 50% من الورق اللي انت بتبيعه ويدخل فيه رصيد الشراء تلا تشتري به تانى و 50% بيدخل فيه رصيد السحب في الفيديو اللي فات انا كنت اتكلمت عن عملية الايداع وحاولت اشجعكوا انه كنتوا تدخلوا وتشتركوا في الموقع وان الموقع صادق فعلا بس سمعا ما قدرت شعمل عملية ساحب لان كانت علي غرامة 300 رابلز ما قلتلكوا ان انا بعد ما سجلت الفيديو الاولاني انا سجلت فيديو هين قبل كده الفيديو الاولاني خلص ان شرحت فيه عملية تسجيل في الموقع شرحت فيه الموقع بالتفصيل طبعا انا سجلت ما كنتش اعرف قوانين الموقع للأسف انك انت لا يحق لك انك انت تمتلك حساب تاني على الموقع مش بس كده لا ده بيوقع عليك غرامة علشان انت عملت حساب جديد فبالفعل انا عملتي داع باكتر من 100 رابلز و سحبت مرة بالفعل التسحب بتاعي اتفعل معي و سحبت جيت اتسحب مرة تاني لقيت بيقولي انك انت عندك مشكلة في عملية التسحب رسلت الدعم للفن بتاع الموقع من هنا من التيكتس دي تمام رسلت الدعم وهو يبلغوني ان انا عندي حساب تاني والحساب ده هم افعلوه وبسبب الحساب التاني ده اتعمل علي غرامة 300 رابلز قلتلك انا في الموضوع في الفيديو اللي فان تمام التلتميت رابلز الغرامة دي انا كنت متوقع ان هما يسحبوها مني لكن هما ما سحبوش مني التلتميت رابلز ولاي حاجة هما كانوا عايزيني اعمل اداع ب300 رابلز زيادة فوق الميت رابلز الاساسية الميت رابلز الاساسية اللي بتاع التفعيل عميل السعر وال300 رابلز اللي هي الغرامة اللي اللي توقعت علي بسبب ايه بسبب عملية التسجيل تسجيل الجديد ان انا اسجلت لكم عملت حساب جديد وكده فبقت 400 رابلز طيب انا عملت الربعمية رابلز كنت متوقع ان الربعمية رابلز ده هيتحسحبه مني لكن هو ما تسحبوش مني ولا اي حاجة انا اشتريت بهم عادي جدا استمرتهم في الموقع عادي جدا ولكن زي ما قلت لكم وكان عايزني اعمل ايداع بلربعمية رابلز زيادة طيب انا عملت ايداع بالفعل وجربت عملية السحب زي ما انت هتشوف دلوقتي وبالفعل تم عملية السحب زي ما انت شايف كده بتاريخ ستاشر ستة اللي هو النهاردة ستاشر ستة الفين وستاشر عملت عملية السحب كان بمية وتمانية وتمانية من عشرة رابلز فانا لو اخدت مسلا المبلغ ده كده وجيت على الحزبة دي يعني بحوالي دولار خمسة وستين سنة سحبتهم من الموقع ده اللي هم كل رصيدي انا رصيدي حاليا آآ زيو تمام كده استحبتهم على ايه استحبتهم على آآ باير طب لما اجي افتح حسابي في باير مسلا هلاقي فعلا وصلني آآ يوم ستاشر ستة آآ كان مية وسبعة وتمانية من عشرة رابلز طبعا اتخصم مني واحد رابلز عمولة فواحد رابلز عمولة بقصاد مية ومية وتمانية فانا شايف عمولة ايه بسيطة تعتبر بسيطة جدا وعلى ما اعتقد ان العمولة دي بياخدها موقع باير لان هو الايداع في موقع باير بيتحسب عليه عمولة وتقريبا السحب اه ما بيتحسبلوش عمولات تمام طيب لما اجينا مرضو على آآ البروفايل بتاعي هلاقي انه سحبت قدي سحبت لغاية الان مية وحداشر رابلز تمام يبقى كده يا جماعة الموقع صادق بالفعل قدين اثبتتلكوا اثبات الدفع ورونكو تاني عشان نبقى ايه نبقى متأكدين دولة تلات عمليات سحب اول عملية اللي هي الكل الناس قدر تعملها اللي هما لسه ما فعلش حسابه ودي العمليات التانية بعد ما فعلت حسابي على طول قدرت اسحب اثنين آآ رابل اللي كانت موجودة معايا في حسابي جيت اسحب بعد كده لقيت السحب توقف عندي بسبب الغرامة بعد كده خلاص دفعت الغرامة بتاعت كل حاجة تمام وجيت سحبت اهو سحبت مية وتمانية رابل عادي جدا تمام كده طيب بالنسبة للناس اللي هما بيقولوا احنا مش عارفين ازاي نشتري مثلا شجر او ازاي آآ نكسب من الشجر ده طيب فالاول برضو هنعمل عملية اداع تاني يعني برضو مع بعض كده نعمل عملية اداع عشان كمراجعة للناس اللي لسه ما ودعتش عشان انا بشجعكم الموقع ده الموقع ده فعلا يا جماعة صادق فيارية في كل يدخل ويسجل 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 يشتغل على الموقع ده هيدفع عمية رابلز علشان يفعل عمية السحب يبقى كده اشترى شجرة جديدة وهو معا شجرة اساسا ده الموقع ومعا شجرتين يقدر يشتغل طيب انا هعمل عمية اداعي ازاي بضغط على بضغط على ودرو دي تمام ممكن نحول الموقع هو الموقع بالروسي فممكن اعمل لو انت على جوجل كروم تضغط على تنسلي تو انجليش زي ما انت شايف كده هنضغطنا علي ريفل يعني اعادة شحط تمام او تضغط على العام ده فهنا زي ما قلت لكم خلي بالكم من عمليات العمولات فهنا بيقول لك لو انت اي مبلغ انت هتعمل له اداعي تاخد عليها 25% لو اهل من الف دولار فول الف دولار 50% فانت تخلي بالك من عمليات العمولات فعشان كده انا هعمل عمليات اداعي دلوقتي بكام بالمية وسبع رابل هيوصني 25% انه يديني 25 رابل زيادة هضغط على الدفع عن طريق باير وهقول له كام هاخد المبلغ بالكامل هضغط كده مية وسبع رابل اللي هي عبارة عن مية وسبع الف كوين هضغط في الاب بلانس اه هنا بيقول لي ايه بيقول لي هتدفع اه بباير ولا هتدفع ايه هقول له اه هدفع بباير تمام دي الفاتورة هنا بيقول لي هتدفع بعيني طريق دفع انا هقول له هدفع بباير ويه بالرابل مش بالدولار ولا باليورو لا بالرابل اه دي المبلغ النهائي وكده ما فيش عمولة في عمليات السحب زي ما قلنا او انت بتعمل سحب من باير لجلدن تي ما بتدفعش عمولة لكن من جلدن تي لباير بتدفع عمولة والعمولة بيخوتها مين بيخوتها موقع باير فانا هدفع هيدفع اللي ابلغ بدون اي عمولات بيقول لي انت هتدفع من الاب بالرابل ماشي وهقول له ايه اقول له اوكي بيقول لي تم عميلة الدفع ميجي نحول كده بيقول لي الاول اي عميلة اصبح معي تلتمية اتنين وعشرين كوينز تلتمية اتنين وعشرين كوينز ممكن اشتري بها كام اشتري بها تلت شجرات ان شاء الله معاكم وانا انهظم مع بعض و اصبح بعد ما كان 500 الاداع بتاع بعد ما كان 500 اصبح كان 634 طيب انا اضاف لي كم دلوقتي لو انت بنواحس كده هنا بيقول لي 107 رابل ده اخر حاجة انا انا ضفتها و بعد كده اخدت بونس 26 رابل يعني اعتبر كله على بعضه 130 رابل ده اللي تم دلوقتي اخداني 25% عمولة فانت خلي بالك من موضوع من موضوع العملات اول ما تلاقي عمولة كبيرة لو معك رصيد ولايت عمولة كبيرة على طول اعمل اي ده على طرح تاخد ايه تاخد العمولة بتاعتك العمولات توصل اوقات بتوصل 100% و 200% خلي بالك ماشي بس لو مبالغ كبيرة طيب هشتري ازاي بقى اضغط على الشوب هنا المتجر وفي المتجر هنا هبدأ اشتري انا معايا كام معايا دي كام دي 32000 كوين انا اقدر اشتري بهم ثلاث شجرة واقول له باي تم الشراء اصبح معايا 2000 كوين فقط لاي انا كده اشتري الشجر اقفل موقع اخرج لا ما ينفعش كده انا كده مش هكسب حاجة لازم اطفل على المنتجة الزراعي دي او المزرعة بتاعتك او اللعبة ماشي علشان ابدأ ازرع الشجر ده وقدر اكسب منه ان شاء الله فانا معايا دلوطي كان معايا كام شجرة دلوطي معايا دي 245 سبع شجرات وان شاء الله التلاتة يبقى كده معايا 10 شجرات اروح شادت كده الوحدة اشي كده اه دي اول شجرة اتزرعت اتزرعت تانية واسحب التالتة كده خلاص تيجي تسحب تانية او لك مفيش او كده كده انا اشتريت التلاتة وزرعتهم اصبح معايا 10 شجرات طب العشر شجرات دلوطي كام لو رجعت تانية كده هلان الشجرة الوحدة قالك بتديك 3600 يعني تديك 36 36 رابلز في في الشهر فانا وجيت كده واسا قلت 36 في عشرة يبقى اصبح معايا كام يبقى انا 360 رابلز في الشهر كل شهر باطلع ب 360 رابلز اللي هي معناها كام خمسة دولار تقريبا ونص يبقى انا كده شهريا هلاقي معايا ارباح خمسة دولار ونص تمام كده طيب انت بعدها بتزرع الشجر بتاعك بتغفل اللعبة عادي خالص ممكن تقعد يوم او يومين براحتك بس بفضل انت تدخل كل يوم على شهر تستخدم تغضي ايه؟ تغضي البونس ده هنا في ليك بونس يومي من تقريبا من عشرة لمية رابلز بعد ما تدخل مثلا انت تدخل كل يوم كل يوم مزاجك يعني براحتك بتيجي هنا على اللعبة عشان خاطر تجمع الارباح بتاعتك او الورق بتاعك هتيجي هنا تضغط على الدي علشان يبدأ عمية الجمع كده اهو جمعهم بقولك هنا تبدأ تعمل عمية البيع تضغط هنا عشان تبيع بقولك انت في 33 كوين دخل رصيد الشراء و33 كوين دخل رصيد البيع فانما تيجي نعمل كده هتلاقي زي ما انت شايف كده عندك 33 كوين هل لو انا جيت اعمل عمية سحب دلوقتي هل ينفع مسحب زي ما قلنا مش هينفع مسحب لان لسه سحب لسه سحب النهاردة 16 ستة ولكن هوريك الموضوع يعني كده ترجم الرسالة بقولك هنا ما كملتش 24 ساعة وممرش 24 ساعة من اخر عملية دفع يبقى انت لك دفع كل مرة كل 24 ساعة فانت لو معك مثلا مبلغ مبلغ كويس يعني وعايس تستثمره مفيش اي مشاكل خاص ممكن تستثمره وتشتري شجرة كبيرة الشجرة دي شجرة الكبيرة دي تقولنا تمانها كام دي 10.000 10.000 رابل اللي هي 151 دولار فانت لو معك 152 دولار اعمل لها عملية اداع في الموقع واشتري شجرة الكبيرة دي هتديك شهريا هتديك 3600 في الشهر في الشهر هتديك 3600 اللي هي 54 دولار في الشهر تمام؟ في خلال ثلاث شهور وان شاء الله هتجمع ثمن الشجر اللي انت اشتريتها او هترجع رأس المال اللي انت اشتريته واللعبة هتفضل تشغيلها معك مدى الحياة تمام كده يا جماعة الموقع يا جماعة صادق وديك شفته إثبات الدفع شفته كل حاجة تمام طبعا المديرش هوريكو إثبات الدفع في الفيديو اللي فات عشان خاطر موضوع الغرامة بالفعل اول ما دفعت الغرامة على صور تهم عملية الدفع الغرامة ما تخصمتش مني ولكن هي كانت عملية ايه؟ ان هو يعتبر تأخير لعملية السحب مش اكتمل كده بدلا ما السحب عند 100 رابل خلوها عند 400 رابل اتمنى كده ان اي حد عايز يشتغل على اي موقع وخصوصا الناس المهتمة بموضوع البيتكوين تقدر تعمل عمية اداع وسحب البيتكوين مثلا هنجي نشوف عمية الاداع هتقدر تعمل عمية اداع بالبيتكوين زي ما انت شايف بالبيتكوين وبيرفكت ماني وباير وتقدر تعمل عمية السحب برضو من هنا بالبيتكوين وبالبيتكوين وبيرفكت ماني وباير برضو نفس الكلام فاي حد معه بيتكوين او مهتم عملة البيتكوين ومعه رصيد وعايز يستثمره فيه الموقع فالموقع ده مضمون جدا ان شاء الله وما اعتقدش انه هو يتأثر بموضوع موضوع انقسام البيتكوين لان موضوع البيتكوين بالنسبة له هو هنا عملية اداع عملية دفع مش اكتر تعتبر طريق دفع مش اكتر وليس تعديل البيتكوين ولكن هو شغال بطرق اخرى هتمنى الفيديو يكون عجبكو هتمنى تدعمونا تعملونا شير للفيديو ده علشان تدعموا القناة وتفيد اصحابك ياريت تعمل سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب تعمل لايك وصلاحيتنا على الفيسبوك انتظرونا في الفيديوهات الجديدة ان شاء الله شكرا والسلام عليكم